على بوابة الافلاس التجاري والاغلاق الوشيك يقف مصنع اسمنت عمران بعد اربعين عاما من عرقة الاسهام الحيوي في البناء والتنمية العمرانية وعجز المصنع الاشهر في انتاج الاسمنت باليمن عن دفع رواتب موظفيه لشهر اكتوبر الفائت وهو الذي كان يحقق ايرادات ضخمة نظير ارتفاع حجم المبيعات وشهرة وجودة منتجه المتميز في السوق المحلية وحيثما كان الافلاس لمؤسسة تجارية عريقة ففتش عن الاسماء الحوثية الطارئة على المكان وها هو المدعو المتوكل مديرا ماليا للمصنع الذي تعرض في ظل الادارة المالية للميليشيوي الحوثي لعمليات نهب موسع ومنظم وهدر مالي رفاهي لنثريات المتوكل وشلته السلالية المستحوذة على ايرادات وحسابات المصنع وكان المصنع في السنوات الاخيرة شهد تراجعا في حجم الانتاج السنوي من الاسمنت بسبب ركود سوق العقارات وتوقف حركة البناء العمراني ليتصر السوق على بيع وشراء المباني الجاهزة وتسببت صناديق الجبايات الحوثية الجائرة في افلاس شركات وبنوك ومولات تجارية وهجرة رؤوس الاموال وتوقف حركة البناء الاستثماري في ظل بيئة حوثية طاردة لرأس المال الوطني ومستنزفة لما تبقى من القطاع العقاري التجاري بمناطق سيطرتها الفاشية